السلام عليكم ويعطيكم العافية أنا زميلكم كرام درويش وبهاي المحاضرة راح نمشي على السلايدز للمحاضرة الأولى من الامبريولوجي اللي درسنا فيها الريبروداكتف سيستمز للفيميل والميل نبدأ أول إشي بالفيميل ريبروداكتف سيستم طبعا أنا بلها عملت لكم الخطة تبعت مادة الامبريولوجي لكن نحكي عن الفيميل ريبروداكتف سيستم نشوف شو الأورغانز تبعون الفيميل ريبروداكتف سيستم عنا القونادز اللي هم الغوداد الجنسية اللي هم هون الأوفريز يعني بالصورة هاي تلاحظ أنه هون عنا هاي الأوفريز أكي بعدين عنا خلينا نحكي اليوتيراين أو الفالوبيان توب أو الأوفي داكت اللي هو هذا الطريق اللي هون مرسوم هيك هذا اللي فيه هون أصابع بعدين بيجي هيك بدخل جوا الرحم بعدين عندنا اليوترس اللي هو الرحم هذا اللي هون هو الرحم وكي تنساش انه هون مقطوع يعني هون هاي ذاك تتخيل انه هاي الرجل اليمين وفيه هون مفروض رجل يسار قريبة لوجهك لكنها مقطوعة فهذا اللي احنا شايفينه أوكي يعني هون بيكون لو 3D بيكون فيه هون كمان وحدة وبتصب هون أوكي المهم طيب عندنا اليوترس بعدين هذا اليوترس بيكون connected مع الفجاينة وهون عندنا اللي هو الexternal genitalia أوكي هلأ لاحظ انه فيه امامه عندنا المثانة البولية خلفه عندنا اللي هو الريكتم اللي هو المستقيم اللي بيطل يعني من خلاله بيكون فيه عندنا الفضلات بعدين بتطلع من خلال الين الكنال لبرا الجسم وإلى آخره سو هون الvagina والexternal organs اللي بنسميهم الفولفا وبنضيف الممري جلانز اللي هو الثري أوكي نفس الصورة يعني هاي شايف كيف ماخدين السكشن زي ما حكيت لك أنه هاي الرجلي اليمين هاي الرجلي اليسار هون انت هاي الرجلي اليمين اللي شايفها واليسار هي المقطوعة وانت شايف هون الوفري الufact واليوترس والفاجينة والفولفا طيب يعني عرفت المكان هي موجودة في الحوض اللي هو يعني آخر مكان من البطن ليه تحت هذا المكان اسمه الحوض أوكي أو اللي هو البلفيس أوكي فهي موجودة في البلفيس طيب الوفريس هم'Mpaired glands يعني في منهم اثنين انه زي حبة اللوز او سوري زي حبة البندو الصايد تبعهم موجودين في البلفس هلا هذا بيكفيك انهم موجودين في البلفس بيحكيلك في الجدار الجانبي لاحظ كيف انهم جايين على الجنب يعني واحدة هون على اليمين وواحدة على اليسار في حفرة اسمها فصة يعني زي حفرة صغيرة عادي لو ما حفظت هلأ هاي مش اناتمي احنا بس عشان تفهم الامبريولوجي اللي راح ندرسهم الفنكشن زي اي جوند هي اللي بتصنع ال اوكي اللي هي الاو او سايت كلمة سكندري هي صحيحة 100% لكن هلأ ما قلنا فيها لما ندرس الاو او سايت حنفهم شو يعني برايماري وبرايمور ديال وسكندري كل هالأشياء راح نفهمها بوقتها وبتصنع الهرمونات اللي هم بروجستيرون واستروجين بردو راح ندرسهم لما ندرس الدورة الشهرية طيب عندنا اليوتيراين تيوب الفيميل عندها تويوتيراين او فالوبيان تيوبز او الاو في دكت هم جايين لاترالي من الجنب يعني اوكي او انهم طالعين من اليوترس للاترال للجنب او جايين من الجنب لليوترس نفس الشيء تقدر تحكي هم الطريق اللي بيمشوا فيه السبير عشان يوصلوا للأوفم اللي هي الاو او سايت وهو الطريق اللي البويضة اللي هي الاو او سايت بتنتقل يعني هاي البويضة اللي نصنعت هون بتنتقل توصل هون فهي استخدمت لتيوب السبيرم اللي دخل هون بنتقل فوصل للتيوب بعدين لما ساروا فرتلايز ايج لازم يرجعوا ففيه ثلاث أشياء بتمشي السبيرم والاو او سايت والبويضة المخصبة اللي هي الناتجة عن اندماجهم برضو لازم تمشي بهذا الطريق عشان يكاتب لك انه السبيرم تمشي فيه وبتمشي فيه الاو او سايت نفسها وبتمشي فيه الفيرتلايز ايج او اللي هي البويضة المخصبة الاسماء بعدين رح تفهمها يعني اوفا ايج نفس الاشي اوكي او او سايت اوفا تقريبا برضو نفس الاشي كلمة سكندري و برايماري و برايمور ديال كله حنيجي لبعدين اوكي لتيوبز فروم ميديل اوكي سوري فروم لاترال تو ميديل يعني من الجزء الجانبي لجوه زي ما احنا عملنا يعني من هون من البعيد للاري اول جزء عنا الانفندبيولم اللي هو هيك شكله يعني زي القمع اوكي هو اللاترالبارت هو اقرب واحد للأوفري تحته في عنا استيم استيم يعني فم شو يعني فم يعني فتحة اوكي فهاي كلمة استيم يعني اللي هي الفتحة انه اكيد هو صحهم فيه اصابع بس فيه فتحة عشان تدخل من خلالها التيوب اوكي الفمبريا بيمسكوا هاي الاواصايت ويدخلوها لجوه الامبولة هي الوايدست بارت والاطول لكن اهم اشي الوايدست 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 هي الاوسع فهي المكان اللي بيصير فيه مهم جدا الاسمس ضيق اوكي الانتراميورل يعني قصير والاضيق فهو مش كتير مهم هو اللي صار جوه يعني صار جوه جدار الرحم اي هون بلش الرحم فاحنا جوه جدار الرحم اللي هي منطقة ترانزيشن يعني اوكي هاي هون عندنا الفمبريا هاي اللي هم موجودين في الانتراميورال أوكي له هون مسمى نفس الاسم اليوترين بارت أو الانترا ميورال بارت اليوترس هو هولو أورغن هولو يعني مجوف يعني فيه تجويف عشان جوه رح يكون الجنين بالمستقبل ثيك وولد كثير ثيك الوولد تبع عشان يتحمل الجنين وما يتفجر شكله زي لنجاصة فيه عضلات كثير موجود في البلفز موجود في الحوض كلها المعلومات مش لحفظ بس يعني منطقية رح تيجي معك أجزاءه فندس بادي سيرفكس عنق جسم وقمة هلأ كطبقات لدينا ثلاث طبقات لدينا البطانة هي الاندومتريام العضلات ميومتريام الكفر هو بيريمتريام بيري يعني حول ميو يعني عضلة اندو يعني داخل فهي الطبقات هون هاي الطبقات الداخلية هي الاندو هاي هي العضلات وهاي البري اللي بس ندرس استوليجي رح ندرسها بالتفصيل الفجاينا هي ماسكولر وفايبر برضو بتكون قوية بتنزل من اليوترس للفستبيول الفستبيول اللي هي الفتحة تبعة الفجاينا اللي موجودة في الفيميل اكستيرنال خلصنا نروح الآن للميل جينيتال سيستيم نفس الاشي عنا البرايماري سكس اورغانز اللي هما التستيس اوكي اللي بيصنعوا الاسبيرمز وعنا الدكتز زي الإبيديديميس الفاس ديفرنس والإيجاكولاتي داكت جلانز كان عنا زي السيمينال فيسيكل عنا منها تنتين بروستيت واحدة وبالبو يوريثرال على الجهتين واكيد عندنا البينس اللي بيوصل الاسبيرمز طيب التستيس شو بتعمل بتصنع الاسبيرمز وهي اللي بتصنع الهرمونز اوكي اللي جلانز بيصنعوا السوائل اللي موجودة في السيمين اوكي السيمين اللي هو السائل المنوي او السمن الفلويد نفس الاشي السائل المنوي الدكتز بيمر من خلاله كل اشي وعنا البينس هو اللي بيوصل التستيس وهذا هيك بيكون بيكون نمكعبال كثير اللي هو البربخ وبعدين هون عنا طريق اللي هو بعدين هون بيصب عليه السيمين البيسكل مع بعض بيعملوا بعدين بيدخلوا جوا اليريثرا هاي الغودة اللي هون هي السيمين البيسكل اوكي هي مكتوبة هون وهاي البروستيت وهون عنا هاي البلبو يوريثرال وين مكتوب بلبو يوريثرال مش حطيناها بالصورة مش كاتبينها لكن هاي هي البولبو يوريثرا بعدين بيمشوا من خلال اليوريثرا اللي هو مجرى البول وبيطلعوا برها البينس طيب التستيس هي اللي بتصنع القاميتس اللي هما الاسبيربز والهورمون اللي هو التستوستيرون اوكي معلقة في السكروتم عشان بدها حرارة ابرد طيب عليها كفر اللي هو تونيكا البيوجينا وتونيكا فيجايناليس احيانا بنضيف فاسكولاريس لكن انت حط اغلب صور ما حتشوفها اللي هي انه فيه طبقة البلد فيسلز يعني خلص اوكي ككفر هو عنا تونيكا البيوجينا هاي الثك اللي هون وهاي اللي من طبقتين هي تونيكا فيجايناليس اوكي لاحظ انه تونيكا فيجايناليس طبقتين بنحكي فيسيرل يعني حشوية داخلية وبريتل يعني جدارية خارجية وفي بينهم كافيتي اوكي ما بيتم مكلة كثير بس هون عندك التونيكا البيوجينا هاي اللي لونها ابيض اوكي ولاحظ كيف فيه تيوبات مكعبة لبي مسميات رح نحكي عنها لبعدين اوكي وهون عندك البلد فيسلز اللي هي الفاسكولاريس طيب لما تسمع كلمة بارينكيما يعني النسيج الفعال كل اشي فيه نسيج يعني داعم بنسميه ستروما زي الكفر ان هو ما بيعمل اشي يعني هذا الكفر ما بيصنع اشي لكن بدونه تفشل الورغان فهو بيدعم لكن الجزء الفعال بنسميه البارينكيما اللي هو عنا التيوبيولز اللي حكينا عنهم فيهم سرتولي سيلز الداعمة السبرماتوجينيك سيلز اللي بيصيروا سبيرمز وعنا لايديك سيلز او بنسميهم انترستيشيل انه بين الخلايا يعني بين الخلايا الاخرى هم اللي بيفرزوا التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري هذا كاستولوجي يعني التستس ككل هون عنا الالبيوجينا هون الفجاينالس وهون جوه التيوبيولز مسكنا التيوبيول وكبرناه يعني هلأ انت مش شايف اللي انا حكيت وين السرتولي سيلز وين الخلايا صعب تميزهم الا اذا كنا عاملين كثير زوم ان زي ما راح نعمل لما ندرس السبرماتوجينيس اوكي الميل جينيتال اورغنز حكينا السكروتم بتحمي يعني بتوديه في مكان تمبرتشر تبعته اقل التستز هي اللي عملت السبيرمز والتستوستيرون الإبديديمز مهمة لنقل ونضج السبير بانقل بتفرز اشياء قاعدية راح نحكي بعدين ليش عشان تعادل الحموضة اللي موجودة في الفجاينا عند الفيميل بالاضافة بتفرز السكر الفريكتوز اللي بيحتاجه السبيرم عشان يتغذى البروستيت بتفرز اشياء بروتينية بتحمي السبيرم من اي خطر الإجاكولاتوري داكت اللي هو لما الفاس ديفرنز يفتح عليه إفرازات السمينة الفيسيكل بيصير اسمهم هون هذا الإجاكولاتوري داكت وعننا البيناس اكيد اوكي هيك بنكون خلصنا المحاضرة انتبه هون انه البروستيت يعني بتفرز 70% من الفلود فهي النسبة الأكبر كسائل لأنه حجمها كبير اوكي هيك بنكون خلصنا المحاضرة الأولى يعطيكم الحافية وبالتوفيق